مرحبا بكم خلال سوى القمر الاستناعي ظهرت اليوم بعض الصحوب في أغلب مناطق البلاد وكانت أحيانا كثيفة بالشمال وبأقصى الجنوب الشرقي مرفوقة بخلايا رعدية محلية الليلة باش يتواصل التقص مغيم جسئيا في كامل الجهات ودرجات حرارة في الشمال والوسط باش تتراوح بين الـ 21 و 25 درجة في المرتفعات تكون في حدود 19 ببقية الجهات تتراوح بين الـ 25 و 29 وتوصل أقصى الجنوب 30 درجة غدوة ان شاء الله تقص باش يتواصل مغيم جسئين خاصة في الشمال والوسط مع إمكانية نزول أمتار متفارقة وتكون مؤقتة رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية وخاصة في المناطق الشرقية للبلاد ودرجة حرارة باش تحافظ على نفس المستويات تكون في حدود 34 في زاغوين 32 في تونس ونابل 31 في بنزرد 34 في باجة جندوبة 35 32 في الكيف والقصرين 33 في سليانة 35 في القروان 34 في سيدي بوزيد 32 في سوسة المستير 33 30 في المهدية في سفاقص 31 32 في جبس 34 في مدنين وتطوين وجفصة 37 في جبلة توزر 36 36 زادة في الرمادة و39 درجة ببرج الخضرة فيما يخص الملاحة والصيد البحري تواصل الإعلام برياح قوية عندنا منخفض للضغط الجوي والريح تكون من القطاع الشمالي في خليج تونس وامتقطة سيرات الريحة تكون شمالية شرقية سرعتها تكون بين 15 و20 عقدة والبحر يكون مضطرب في خليج الحمامات وخليج جيب السريح تكون جنوبية شرقية سرعتها تكون بين 10 و15 عقدة تتقاوى فعليتها بعد الظهر وتكون بين 15 و25 عقدة والبحر يتواصل زادة مضطرب درجات الحرارة ببعض البلدان الأجنبية والعربية وقشة 34 الدار البيضاء والريبات 27 مع شوية سحب الجزاء 32 31 في ترابولز القاهرة 36 44 في المدينة المنورة و40 درجة بمكة المكرمة الدوحة 40 مع شوية سحب 46 في الكويت أبوظبي 39 دمشق 31 بيروت 31 عمان 36 مع شوية سحب 45 في بغداد والقدس الشريف 32 درجة بالنسبة للبلدان الأجنبية اسطنبول 27 تقسيكون صافي موسكو 17 تقسيكون كتيف السحب 32 في أثينا 27 في فييانا روما 26 أمستردام 22 21 في بلين و17 درجة في كوبنهاجن لندن 23 وتقسيكون في سحب بريس 25 14 في ستوكهولم وتقسيكون مومتر جونيف 23 بروكسيل 20 مرسيلي 26 تقسي في مدريد نلقاه 27 وفي الأشبونة أقل شوية تكون في حدود 26 توقعات لنجوية إن شاء الله للنهارات الجيهة نهار 3 درجة الحرارة باش تتراوح بين 28 و33 درجة في الشمال والمرتفعات والمناطق السحيلية وبين 32 و37 ببقية الجيهات التقس باش يكون مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلد مع أمكانية نزول بعض الأمثال المتفرقة وتكون مرفوقة بخلايا رعدية بعد الظهر في الشمال والوسط الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة في كامل الجيهات والبحر باش يكون قليل الاطراب في كامل السواحل نهار 4 درجة الحرارة زادة فماش برش تغيير يتواصل التقس زادة في شوية سحب الريح زادة تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة في كامل الجيهات ويتواصل زادة البحر قليل الاطراب في كامل سواحل أوقات الشروق والغروب الشروق بحول الله يكون على الساعة الخامسة واثنين وخمسين دقيقة والغروب على الساعة السادسة واربعة وربعين دقيقة مزيد من المعلومات والإرشادات تزور الموقع الخاص للمعهد الوطني لرست الجوي تروا دبلو في بوامتيو بوانتين تبعثوا إرساليات قصيرة وذات التصلوا بالموازع الصوتي ثمانية ثمانين أربعين أربع أسفا مشكروكم على حص المتابعة وليدكم زينا اشتركوا في القناة